في ضوء جهود الدولة لتوفير الاعتمدات الموجهة إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين أعلن وزير التنمية المحلية تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدووين عموم المحافظات في خطة عام 2022-2023 وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة التي استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي وتسهيل حركة الانتقال بين الكرة والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين